ومن الرياض مباشرة إلى النماص مع ظافر البكري الموجود أكيد في منتزه في النماص أمسألك بالخير مرة ثانية وأسألك وين موجود ترحافظ منتزهات النماص وينك؟ أهل وسهلا مجاهد الله يسعد مساك ومتابعي برنامج جيرتنا أنا في منتزه المرحب بمركز وادي زيد شمال محافظة النماص طبعا حديثنا عن هذا المنتزه وهو من أساس طبيعة جذابة تكتسي قمة بمدرجات زراعية وأيضا بالأشجار المتنوعة وخاصة شجر العرعر المنتزه يا مجاهد يشهد إقبال متزايدا من السوح طيلة العام وخاصة في فصل الصيف الحديث أكثر ينضم لي الأستاذ عوض بن جود الله أحد سكان مركز وادي زيد ليحدثنا عن هذا المنتزه وطبيعته أهلا الأستاذ عوض الله يحييك ورحب فيك الله يسلمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أولا نشكر القناة الأولى السعودية وممثلة في الأستاذ ظافر البكري على اهتمامها ونقل ما تراه من مناطق سياحية في هذه المحافظة وبالذات نتكلم من مركز وادي زيد طيب أستاذ عوض أنا ودي تعطي الأخوان مشاهدين فكرة عن هذا المنتزه هذا المنتزه يسمونه هذا المرحب الجبل اللي فوقه أسمه خد الغزال مليء بالأشجار أشجار العرعر والحماط والنبش وبعض الأشجار الشوكية وهذا المنتزه في أيام الصيف ما تلقى موطة رجلك على ما قالوا الأولين في هذه الأماكن منكثرة السواح ومنكثرة المرتدين لهذه المناطق ونطمح من السياحة أن تطور هذه الأماكن وأن تجعلها مناطق سياحية يرتاح لها السواح من أي مكان يجي في هذه المحافظة ونسأل الله أن يوفق الجميع طيب أبو عبد الله المنتزه طبعا كبير جدا طبعا لها إطلالها مباشرة على تهامه كيف ترى هذا المنتزه والله يطلع عمرك يمتد من هذا المكان اللي احنا فيه ويأخذ شمال غرب حتى يطل على تهام على شعف هذه العقيقة أو قرى العقيقة وكذلك خشرم ثم يطل على برضه عقب التلاع اللي تنزل إلى أماكن تهامة اللي يرتادون الأماكن السكان هذولا تهامة في أيام البرد فهذه زي ما تكون متنفس لهم في أيام البرد ينزلون من هذه العقبة بعقبة التلاع اللي هي مشتركة بين الخضراء والخشرم والعقيقة الله يعطيك العافية أستاذ عواض وشكرا لك على ما وضحت طبعا مجاهد عموما النماص تتمتع بمقاومات طبيعية وسياحية وتعتبر من المصائف ذات يعني التي تمتلك مقاومات الجذب السياحي يعني تنوعة بين المنتزات الطبيعية وقمم الجبال والسهول والأودية وترى إن شاء الله في القريب العاجل التطور في كافة المالجالات والسيما القطاع السياحي باهتمام وعناية وتوجيه من سمو أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز شكرا لك ظافر بكر على التغطي المميزة من النماص